بمنحنى تصاعدي تأخذ أزمة تشكيل الحكومة المقبلة بعد عدم الوصول إلى صيغة توافقية في الاجتماع الأخير بين السيد الصدر وزعيم تحالف الفتحاد العامري التصريبات تتحدث عن اجتماع مرتقب يضم قادة الإطار التنسيقي مجتمعة مع الصدر وقد يكون هو الاجتماع الأخير في حسم المفاوضات حيال ملف التحالفات الاجتماع الأخير الذي اتفق عليه الإطار التنسيقي مع الكتلة الصدرية هو الآخر اجتماع لحسم كل الملفات يأما بالذهاب بشراكة وطنية وتشكيل الكتلة الأكبر أما اختيار أن يكون طرف بالحكومة وطرف بالمعارضة التباعد بالرؤى بين الكتلة الصدرية المصممة على الأغلبية وقوى الإطار الطامحة بالتوافقية قد تقل مسافاته لسيما بعد خطوات الإطار نحو إقناع الصدر بتكوين حكومة تسوية في حال تعثر الدخول بكتلة واحدة تضم جميع الأطراف لتلتحق بعض قوى الإطار بحكومة الصدر تحت مظلة الأغلبية التوافقية أنا أعتقد ستشكل حكومة أغلبية توافقية وليس توافقية أغلبية مثل ما تشكل في السابق بالتالي بعض الأطراف في الإطار التنسيقي لربما لا تشارك في الانتخابات تذهب إلى المعارضة لأنها عندما لا تمنح لها الوزارات التي ترغب إليها الوصول سوف تكون بالمعارضة بالتالي تشكل الحكومة وإن ترجحت كفة حكومة الأغلبية التوافقية بحسب مصادر مطلعة فأن مرشح رئاسة الحكومة يكون من حصة الكتلة الصدرية وللإطار التنسيقي حق القبول أو الممانع عن التصويت خلال الجلسة مع محاولات في الأمتار الأخيرة من مسافة المدد الدستورية لردم الفجوة بين القوى السياسية والدخول ككتلة واحدة من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر